فليكون أفقنا أوسع وأبعد ونمارس التحدي بكل إرادة وفاعلية بداية قوية وحضور مسؤول هذا ملخص تحركات اليوم الأول لمحافظ عدن عبد العزيز المفلحي صاحب الخلفية السياسية والاقتصادية الكبيرة حاول المفلح خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده بحضور الصحفيين وضع العديد من النقاط على الحروف مؤكدا اعتزامه حل المشكلات التي تواجه المحافظة لم يصرف المفلحي وعودا بل قدم رؤية مبسطة للحل تقوم على أساس الشراكة بين جميع الأطراف المحلية ولم ينس التركيز على ضرورة التسامح وعلى أهمية التنسيق مع الحكومة للإسهام في إخراج المحافظة من الأزمات المتجدرة في مجال الخدمات العامة يحظى المحافظ الجديد القادم من الدوائر القريبة من الرئيس هدي بدعم كامل من الحكومة ودول التحالف وهو الذي التقى عقب صدور قرار بتعيينه محافظا لعدن بعدد من السفراء أبرزهم السافير الأمريكي الذي أكد أن بلاده تدرس خيار فتح سفارة في عدن الصيف الساخن الذي تنتظره المدينة سيكون باردا بحسب ما قاله رئيس الحكومة وسيتم بعد يومين افتتاح محطة توليد الكهرباء التي مولت إنشاءها دولة قطر بقدرة تصل إلى 60 ميجاوات يبقى الأهم من كل ذلك هو التعامل في الأرض مع كافة الأطراف وتذليل الصعاب الأمنية المتمثلة بتعدد تبعية الأجهزة والقوى الأمنية وتضارب المهام والصلاحيات بين السلطة المحلية والحكومة والتحالف